عايز اقول بس سر كده نبدأ بالحوار النهاردة سر اسمح لي كابتن محمد عمر ان انا اقوله يعني الاول مرة عشان بعد كده نبنى عليه ما باقي من هذا الحوار كابتن محمد عمر كان ليه الشرف الكبير جدا جدا انا اشتغل معاه لعدة سنوات متتالية في استوديوهات تحليلية وكان في الكواليس من الاستوديوهات التحليلية كنت بشوفه دائما وهو مش في منصف الاتحاد السكندري كمدرب ولا مدير رياضي ولا له اي شيء في الاتحاد دائما تليفونه شغال فيما يخص الاتحاد السكندري سواء مع ادارة النهات سواء مع الاستوة محمد مسلحي سواء فيما يخص الفريق اي ملاحظات عنده بيتسمع ملاحظاته عن الفريق عن المشاكل اللي فيها الفريق عن المميزات اللي فيها الفريق كل ده محدش من الجمهور عمتا يبقى عارفه ولا شايفه بس الكابتن محمد كان دايما له دور في فريق الاتحاد دون مناصب رسمية او مناصب يعني ممكن تبقى لها امج يعني امج ايه هو اكيد كابتن محمد عمر بالتاريخ العظيم ده مش محتاج صور او محتاج صورة عظيمة تترسم عنه هو كيك ده الصورة محطوطة هو كيكه زي ما قلت لكم واحد من اساطير النادي انا حبيت اقولك كلمتين دول في البداية عشان وانت بتسمع الحوار اللي جاي تبني عليه بقى حيات كتيرة اوش منورك كابتن محمد حبيبك كريم انت اللي بنور داي امورك كويسة الحمد لله انا مفهمتش يعني ايه ولو واحد والله مش ببالغ ولو واحد من جمهور الاتحاد ينتقد او يهاجم الكابتن محمد عمر فايش ما في بتاعش اش كده طلبت حتى من زماني وقتلهم هلازم كابتن محمد عمر يبقى موجود معنا عشان عايز افهم ليه طيب خليني بس اقول ان ما اقدرش اقول جماهيرنا دي الاتحاد انت عارف يا كريم دلوقت بقى كل في مؤسسات الدولة على الحقيقة في ناس يعني هو يتنهت اشعات على كلام مش مظبوط وهكذا يعني صحيح خلاص دي هوية عند بعض الناس صحيح وفي بعض الناس منهم ودول القلالين قوي على فكرة ليهم اغراض معينة وهكذا يعني وبالتالي يعني هرجع بس لحطة نادي الاتحاد والكلام اللي انت قلته كريم انا بقالي خمسين سنة في نادي الاتحاد لاعب مدرب اداري وهكذا يعني دايما باني حياتي كلها على ان نادي الاتحاد اسكندري يبقى كويس بصرف النظر انا بشتغل او ما بشتغلش انا عمري ما سعيد لمنصب الحقيقة وبالتالي اهم حاجة النادي يبقى كويس هو ده الهدف الاول عندي وبالتالي يعني بعض الناس اللي هي بتهاجمه وليم كل الاحترام طبعا يعني هاجم زي ما انت عايز انقل زي ما انت عايز لكن ما تتعداش الحدود ايوه لان انا بحترم الناس كلها طول عمري ما ليش مشاكل مع الناس وزا كان الحتة السماحة اللي موجودة عند الواحد هتفهم بطريقة خاطئة انها ضعف لا انا اقوى من ناس دي مليون مرة واعوز بالله من كلمة انا يعني لان انا عارف حدودي كويس عارف انا عاوز ايه ما بسقش الحد وهكذا يعني صحيح هي القصة كلها يمكن من يومين فاتوا زميل لي استاذ خالد عبداللطيف ده صحة في مرموك اسكندرية وعشرة عمر يعني فكلمني قال لي ده في مكتوب اقالة محمد عمر من منصب المدير الرياضي فايه صحة الخبر فانا عارف طبعا عرفت ان الخبر يعني ايه حاجة كده محطوطة لاغراض معينة فقلت له كلمتين اكتب لك كلمتين دول محمد عمر عقد انتهى بانتهاء مباراة النادي الاسماعيلي يعني قبل ما الخبر ده ينزل طبعا انا متوقع رد الفعل الناس دي والناس دي معروف في اسكندرية على فكرة لها اهواء واغراض يعني مفيش عشر دقايق راحوا مغيرين قالك استقالة محمد عمر هي في الحقيقة انا لا اقالة ولا استقالة انا عادي منتقال بساطة انتهى وانا باحترم نفسي الادارة هي صحبة الحق الاصيل انها تجدد العادة وما تجددش يعني وبالتالي كان الموضوع ما يستحقش ابدا كل الهالة اللي اتعملت لكن انا ما استغربتش لان الناس دي اذا ما قلت لك كريم لها حسابات مختلفة وما رفين في اسكندرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة